أتمت بعثة حج القرعة كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن بعرفات ومنع وتبدأ عمليات التفويق للحجاج غدا وقد تم تجهيز المخيمات بكافة سبل الراحة للحجاج لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر الله أكبر الله أكبر في اشتياق لاستقبال ضيوف الرحمن تزين صعيد عرفات واكتملت الاستعدادات قبل ساعات قليلة من الوقوف بهذا الصعيد الطاهر تشير اللافتات إلى أماكن خيمات حجاج القرعة اكتمل إنشاؤها وتم تزودها بكافة وسائل الأمان والراحة للحجاج وقد تفقد رئيس بعثة الحج المصرية هذه التجهيزات قيام كلها جاهزة التكيفات جاهزة المشروبات والموية الباردة الأمور كلها جاهزة إن شاء الله المواقف موجودة زايداً سونا خدمة إضافية عندنا عدد اثنين مشرفين باصات لكل باص مشرفين واحد يكون منتظر في الباص مع السواق والثاني يرشد الحجاج لين موقع المواقف حاجة يماخد مساحة أكبر من المساحة اللافاتة بحكم عدد الحجاج دي السنة أقل ففيه إضافات جميلة إن شاء الله الجهيز جميع المخيم بما يتناسب مع الحجاج وراحتهم كما قمنا بتأميد بالتوريد أكثر من مصادر الأبريد التلاجات والفريزرات والأمور دي كلها عشان تكون للحجاج وفي ميناء حيث يبيت الحجاج بها أيام التشريق اكتملت تجهيزات المخيمات لاستقبالهم عقب النفرة مع زيادة المساحة المخصصة لكل حاج وتقدم وجبات ساخنة على مدار اليوم وتأمين متكامل المخيمات لتأكد من هويات المترددين عليها مع قربها من جسر الجمرات المخيم مجهز من سوفابيد ومخدة وغطأ وفرشة غطأ لنفس السوفابيد عشان تكون ناعمة عند البوابة حيكون فيه حراس أمن للحفاظ على سلامة الحجاج من الدخلاء على المخيم وحيكون فيه رجال البيعثة المصرية أو أعضاء البيعثة المصرية إن شاء الله معانا على هبة الاستعداد خطوط سير محددة تقطعها حافلات حقاق القرعة في يوم التصعيد وأماكن مخصصة بمحيط المخيمات للانتظار حتى النفر إلى مزدلفة ومنها إلى ميناء لضمان آداء المناسك في سهولة ويسر نقف في رحاب عرفات الله وقد اكتملت استعدادات بعثة حق القرعة لاستقبال الحجاج هذا الصعيد سيزدحم بعد ساعات قليلة بأكثر من مليون حاج من مختلف بقاع الأرض ترتفع حناجرهم بالتلبية والدعاء والحمد طالبين المغفرة من الله عز وجل ويشهد السماء أنه قد غفر لهم من صعيد عرفات الله عبدالبركات التلفزيون المصرية